اشتركوا في القناة 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 اعملنا live streaming في فيسبوك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا قلت لك رسل لي ميني بايو فرسلت لي سبعة صبحات انا قلت اختار براحتك ايواما حستميحك عذرا اعمل تشكيلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البحرين. نعم. ومدير مركز العلاقات الدولية جامعات السهاج. نعم صح اكيد. الدرجات العلمية بتبدأ من البكالاريوس مش كده? ايه درجة ايه. اللي هي بكالاريوس هي في الانلاين مكتوبة هنا لكن هنا بكالاريوس العلوم اللي هي البياساسي ايه. درجة عام ممتاز مع مرتبة التشرف في جامعة السيوت. ايه صح. بعدينك الماجستير في الميكانيكا الكم. ايه. جامعة السهاج. وعندك الدكتوراه في المعلومات الكمية اللي هي دي اس سي. ايه. وعندك البي اتش دي. دكتوراه في فلسفة العلوم في المعلوماتية الكمية. ايه. اه. من حوى اشراف مشترك من محاد ماكس بلانك. بلانك بعلمانيا. اما ما شاء الله الوظائف يعني قائمة. بطول. بطول. بطول حاجة واخد جائزة. ايه. شفتها في الموقع شفتها. هي جائزة ايه. جائزة الدولية التقديرية ديها قديمة مش. ايه. جائزة الدولة التقديرية. بطول. 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 شو شاو. شين شو شاو. اه. ايه. لسه اخدها سباع من يومين كده. ايه والله ما شاء الله ما شاء الله. ايه. جائزة جين جون شاو. في الرياضيات في ابرز علماء العالم في الرياضيات. ان شاء الله. لكن قبلها بتاعت جائزة الدولة التقديرية 2021. دي. وقبلها بثلاثة سنوات جائزة الشيخ محمد الراشد للغة العربية. ايه. 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 شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 باسم مركز ميديكس للتدريب على المهارات المهنية صراحة متحدثنا اليوم انا ما عارف كيف اعرفه يعني هو بالنسبة للمجال اللي هو فيه هو بالنسبة للحضور قد ما يكونوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المجالات المهارات المهنية بمملكة 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 البحراء وهو ايضا مدير مركز على علاقات الدولية بجامعة سوهاج وزي ما اتضح من سيرته الذاتية عنده علاقة هو خاصة بجامعة سوهاج ولكن هو درس فيها يعني الماجستير وده بخليني اقدم لكم من حيث المواخلات العلمية هو حاصل على بكالاريوس في العلوم بتقديرها ممتاز مع مركبة الشرف من جامعة اسيوت وبعد ذلك حاصل على ماجستير في الميكانيكا الكام في جامعة سوهاج ثم دكتوراه في العلوم في المعلوماتية الكمية ودكتوراه في فلسفة العلوم في المعلوماتية الكمية بمنحة اشراف مشترك محد ماكس بلانك بألمانيا فهو حاصل على دكتوراه في العلوم في المعلوماتية الكمية تبوى مناصب عديدة يعني اذا بدأنا من اول مناصب تبوى بدأ طبعا كمدرس مساعد بتسمى الرياضيات كلية العلوم بسوهاج زي ما قلت لكم عنده علاقة خاصة بجامعة السوهاج كلية العلوم بسوهاج طبعا لجامعة السوير طبعا وهو باحث كأداء في 92 إلى 95 من 97 إلى 99 كان باحث لدرجة الدكتوراه في محهد ماكس بلانك في ميونيخ في ألمانيا معناه حصل على الدكتوراه في 99 بعد كده هو كان مدرس بكلية العلوم بسوهاج في جامعة جنوب الوادي ده من 99 إلى 2004 وفي نفس الوقت بين 2001 و2003 كان باحث داير بجامعة فلسبرغ في محهد الرياضيات وطرق التدريس بألمانيا وبعد 2004 إلى 2009 صار أستاذ مشارك بكلية العلوم بسوهاج نفس اليامعة في مصر وبعد ذلك ترقى إلى الأستاذية تقسم الرياضيات في 2009 بنفس كلية العلوم أستاذ في ميكانيكا الكم والمعلوماتية الكمية تبوأ منصب رئيس القسم الأكاديمي بمركز النشر العلمي بجامعة البحرين من 2005 إلى 2014 ومن 2014 إلى 2017 هو رئيس قسم الرياضيات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمصر من 2017 إلى 2022 صار رئيس لجنة الرياضيات والتربية بالاتحاد الأفريقي للرياضيات ومن 2013 إلى 2020 هو نائب رئيس أكاديمية العلوم الأفريقية في نايروبي بكينيا واضح جداً من لسه القائمة تطول القائمة تطول خلينا أورفهم القائمة هذه القائمة القائمة تطول وبالتالي يعني واضح جداً أنه تبوأ العديد من المناصب في المجال العلمي والأكاديمي ودية في المجال العلمي والأكاديمي حصل على عدد كبير جداً من الجوائز لكن أنا أبدأ لكم بآخر واحد جائزة جين جين شاو في الرياضيات بئة أبرز علماء العالم في الرياضيات بالصين قبل سنتين 2021 حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة وجائزة الدولة للتفوق العلمي في العلوم الأساسية في 2009 وجوائز أخرى عديدة أنا لو حاولت أعرف لكم الأستاذ محمود يعني حيأخذ نصف الوقت بتاع المحاضرة فأحسن نديو الفرصة لكي يبدأ هذه المحاضرة الهامة عن قواعد النشر الأكاديمي والتصنيف يتفضل يا أستاذ الدكتور محمود عبد العاطف تفضل شكرا جزيلا الصديق العزيز والأخ الغالي دكتور عبد المنعم نتمنى إن شاء الله إن احنا نتبادل سويا بعض المعلومات اللي ممكن تفيدنا جميعا بإذن الله تعالى وكل سنة وحضراتكم طيبين المحاضرة النهاردة إن شاء الله اللي هنتكلم عنها هنتكلم على النشر العلمي وقواعد النشر العلمي وجزء من الحاجات كلنا يعني نتشارك فيها لأنه موضوع النشر العلمي والبحث العلمي أصبح من الحاجات المهمة جدا مش للباحثين بس حتى للدول وارتباطها بالاقتصاد ادالها بعد تاني مطلوب إن إحنا نفهمه يعني نفهم إنه إيه هي الأشياء اللي ورا موضوع النشر العلمي وإزاي إن إحنا نوصل إن إحنا ننشر ونكتب بحوث بشكل صحيح عشان كده نبدأ لو أول حاجة هنعرف إن إحنا عندنا عشان نتكلم على بحث علمي ونشر علمي يبقى عندي فيه مجلات علمي المجلات العلمية دي المجلات العلمية المحكمة اللي هي بتنشر البحوث بتاعتنا فيه تلات أنواع المجلات الدولية والمجلات الإقليمية والمجلات المحلية يبقى فيه تلات أنواع من المجلات وكل واحدة ليها الشروط بتاعتها وليها القواعد بتاعتها بيحدد نوعية المجلات وقوتها أو ضعفها حاجة اسمها الـ Impact Factor Impact Factor التعريف بتاعه زي ما هنشوف يعني بدأ من الستينات واتعرف على أساس أنه هو عدد الصيتشنز على عدد البابليكيشنز اللي موجودة في آخر سنتين ولكن اتطور مع الوقت فيه عندنا كمان الـ H Index الـ H Index ده اللي هو بيحدد الباحثين وبدأ من سكوبس عشان يبقى فيه عندي الـ Impact Factor للمجلات فيه H Index للباحثين وبعدين الـ H Index أصبح للباحثين والمجلات أيضا السكوبس يعني هنعرف إيه معنى سكوبس يعني لأنه كلنا بتتردد وعادة بيطلب منك في الجامعة في أي مكان لازم عايزين ننشط في مجلات سكوبس هنعرف إيه سكوبس ديه والـ ISI أو الـ Web of Science يعني عندنا حاجتين سكوبس أو الـ ISI بعدين نتكلم شيء عن الـ Cost تكاليف بتاعة الموضوع ده فيه Cost وفيه عندي Income لازم يبقى فيه أي باحث يدرس ويبفاهم العلاقة ما بين الـ Cost وما بين الـ Income عشان نقدر إن إحنا نبقى فاهمين المنظومة كلها اللي حصل في خلال الفترة القليلة الماضية يعني في حاجة يعني ظهرت كبيرة جداً وغيرت كل المفاهيم دلوقتي مع ظهور تشاب جبتي ظهور تشاب جبتي خلل موضوع كتابة البحوث وخل الموضوع بتاع تجميع البيانات اختلف يعني أصبح فيه عندي خلاص يعني من شهر اتنين اللي فات وبدأ الناس كلها تستخدم الشات جبتي يعني ممكن يكتب لك البحث كامل في أقل من دقيقتين مثلاً الموضوع الـ Introduction اللي كنا بناخد فيه فترة طويلة جداً نجمع ونكتب ممكن هنا من خلال تشادي بتي نقدر بسهولة جداً ان احنا يجمع لنا كل المعلومات اللي احنا عايزينها ونبدأ نوضبها بالشكل اللي نستفاد منه لو انت عندك مثلاً Abstract عايز تثبطه كلغة عايز Abstract انك انت تختصره ممكن أيضاً فيه عدد من المواقع اللي مرتبطة بالشادي بتي ممكن ندخل عليهم ويساعدونا وهنحاول نهضر في المحاضرة ان احنا نعمل الموضوع ده عملياً هندخل نشوف بحث ونشوف ازاي ان احنا نستعين بالشادي بتي بحيث ان احنا نقدر نحسن يعني هو ما نقدرش نستعين بي استعانة كاملة ان احنا يكتب لنا بحث او يخلي كل المطلوب يعمله ولكن ممكن هو يساعدنا يعني يساعدنا ان احنا نكتب بحث بطريقة جيدة نكتب بحث بطريقة لغة دقيقة ما فيهاش اي اخطاء ده هنعمل ان شاء الله التمرين ده مع بعض ممكن ندخل على حاجة اسمها بي او اي ده اللي هو التشات جي بتي ممكن جي بتي فورد ممكن فيه تشات جي بتي ممكن فيه كمان جوجل يعني جوجل طلع حاجة وبتنافس نفس الحكاية برضو مبنية على الاي اي اللي هي اسمها بارد دي بارد بتاعة الجوجل يعني ممكن ندخل نكتب كده بي اي ار دي جوجل دوت كوم وهيدينا نفس الامكانيات نقدر ندخل ونقدر نعمل اللي احنا عايزينه نقدر نسأله ونقدر نستفاد منه بسهولة جدا احنا ممكن دي نخليها لحد الاخر على اخر المحاضرة ونعمله طيب من وجهة نظري البوبليكيشنز في الوقت الحالي احنا عندنا فيه مجلات مجلات دولية فيه باحثين اهم فيه عملية النشر نفسها فلو نلاحظ انه على الرغم انه عدد المجلات كبير في الوقت الحالي ولكن التكلفة اصبحت عالية والاوبين اكسس بدأ ينتشر بشكل كبير جدا فاصبحت الموضوع الباحث كأنه عبارة عن بين المطرقة والسندار الامور ما اصبحتش بالسهولة اللي كانت عليها تعندك عدد كبير من الجامعات والمعاهد والباحثين وكل الباحثين دول عايزين ينشروا وعلى الجانب الاخر فيه مجلات قاعدة وعايزة تنشر اوبين اكسس عشان ايضا تتحصل على الانكم العالي فلذلك الباحث هو الضحية الفكرة اللي احنا بنحاول ان احنا مع بعض نتبناها فكرة انه هو موضوع النشر العلمي ده يعني ايه قصته يعني؟ عادة الباحثين في العالم العربي او كلنا يعني فيه ثلاث انواع يعني ثلاث انواع من الباحثين في واحد باحث هو كل همه قاعد انه يعد نشر كام بحث نشر كام كتاب ايه من نوعية الجورنال اللي نشر فيها وخلاص هو بس ده الهم بتاعه اللي دائما وابدا شغله ده النوع الاول اللي هو يعني كأنه مش شايف غير بس البوبليكيشنز فيه نوع تاني اللي هو مش عايز يسمع يعني النوع ده مش عايز يسمع خالص مش عايز يسمع حد يتكلم عن النشر العلمي ولا البحث العلمي هو اللي فهمه ماشي بيه فيه نوع تالت اللي هو ده عارف كل حاجة وعارف موضوع النشر العلمي والترتيب بس ما بيتكلمش فما بتكلمش خالص وده ما عندوش ابدا ثقة ان احنا ممكن في العالم العربي نعمل مجلات قوية ونعمل نشر قوي ونبقى يعني جزء من المنظومة العالمية في موضوع النشر وده النوع الخطير خلينا نشوف القصة من اولها يعني القصة من اولها ان انا عندي في هيقتين وبوف ساينس وعندي سكوبوس بس هم الهيقتين اللي موجودين في العالم السكوبوس اللي هي تابع للسفير اللي هي موجودة في هولندا والويبوف ساينس اللي هي في امريكا اللي كان الاول اسمها دونس الريتا وبعدين اشتريتها كلاريفيت في الاخر الهيقتين دول هم المسؤولين عن التصنيف الدولي في المجلات وما فيش اي هيقات تاني معاهم سكوبوس بتدينا بعض المؤشرات بتدينا الاتش انديكس بتدينا حاجة اسمها السايت سكور وبعدين بتدينا النمبر الف سايتاشنس يعني دائما وابدا اول ما تكلم عن الباحث يبقى بقولك الاتش انديكس بتاعه بيساوي كام السايتاشنس عنده بيساوي كام من موقع سكوبوس يعني بنكتب سكوبوس دوت كوم ونعرف الاتش انديكس بتاعه كام السايتاشنس بتاعته كام يبقى عرفنا المؤلم اول ما نتكلم عن المجلات بنتكلم على السايت سكور اللي هي سكوبوس بتديهوني ودخلت السايت سكور ده عشان تنافس الويب الساينس اللي هي بتدي الامباكت فاكت هو نفس الفكرة ولكن المقياس هنا بس العدد السنوات اكتر بالوقت اعتبارا من 23 اصبح اخر اربع سنوات السايتاشن بتاع اخر اربع سنوات على عدد البوبليكيشن في اخر اربع سنوات الامباكت فاكتور بتاع الويب الساينس بياخد اخر سنتين بس العلاقة اللي بينهم الاسكوبوس تقريبا عندها قواعد بيانات ضعف قواعد البيانات اللي موجودة في الويب الساينس الضعف بالزب يعني دي عندها 22 الف دي عندها 12 الف وفي كل الخدمات في الفيزيكال ساينس نفس الحكاية في الهيلس برضو نفس الحكاية في اللايف ساينس سوشيال ساينس يعني بمعنى صح ان انا عندي السكوبوس قواعد بيانات ضخمة جدا كبيرة ولذلك معظم التصنيفات الدولية والقواعد العالمية بتعتمد على سكوبوس في قواعد البيانات بتاعتها طيب تعالوا نشوف الهيستوري بقى التاريخ من الاول خالص نرجع من الاول اول حاجة بدأنا في سنة الف وتسعمية واربعين يعني فكرة الامباكت فاكتور وفكرة التقييم ظهرت في سنة الف وتسعمية واربعين على يد راج انسان دا اللي هو بيسموه ابو العلوم المعلومات يعني الراجل دا بدأ اول واحد يفكر انه عايزين نشوف يعني حاجة كمية نقيس بها الاسر او تأثير المجلات دي لازم يبقى فيه حاجة كمية نقدر نقيس بها بعديه في سنة الف وتسعمية وواحد وستين جارفيلد جارفيلد دا راجل يعني هو بيزنسمان وفيزيائي وسألوه المكتبات يعني سألوه قالوله ان احنا عايزين نعرف المجلات القوية والمجلات الضعيفة ازاي نحددهم على اساس ان احنا نشترك ونشتري المجلات دي فهو ابتكر الفكرة بتاع المعامل التأثير قال ان احنا ممكن المجلات المهمة يبقى المجلات اللي فيها عدد كبير من القراءات عدد كبير من القراءات يبقى نشوف على عدد البابليكيشنز بتاعها يبقى هو دا هيقولك المجلات المهمة او مش مهمة فخدوا الاول المكتبات خدوا الفكرة وبعدين عمموها ولما هو حس ان الموضوع اصبح مهم والناس بدأت تتابع فعمل ال ISI اللي هو Institute for Science Information يبقى ال ISI دا اللي هو انشأه كل اللي كان يعمله عشان موضوع سنة تلاتة وستين ال ISI طلع اللي احنا بنستخدمها الى الان السي اي اللي هي ال science citation index وبعدين ال social science نفس الحكاية طلعوها في السنة خمسة وسبعين طلع لنا ال jcr journal citation report وايضا احنا لازلنا بنستخدمه في السنة التمانية وسبعين social science citation index SSCI نفس الحكاية طلعت وزودت يعني الفيزابيلتي بتاع المعامل في سنة اتنين وتسعين التومسون حاجة اسمها مؤسسة تومسون للرعاية الصحية فهي شافت ال ISI دا مشروع مربح فاشترت ال ISI من جارفيل واصبحت تومسون هي المالك بتاع ال ISI بعد كده في سنة اتنين وتسعين طلعت لنا ال web of science وبدأت تعمل قواعد بيانات كبيرة جداً وبدأت تعمل شغل مميز إلى أن جاءت في سنة الفين واربعة السفير اللي هي الناشري الكبير العملاق حبي يعمل حاجة منفسة لل web of science فعمل يعني شركة سكوبس دي شركة مستقلة منبسقة من السفير عشان تعمل تدي ال H index يعني الأول كانت السكوبس بس تعمل ال H index فقط وبعد كده بدأت تتطور الموضوع لكن في الحالة دي المنافسة أصبحت شديدة ما بين ال ISI وبين سكوبس فاتطر web of science أو تومسون للرعاية الصحية بالاشتراك مع رويتر رويتر اللي هي الوكالة الإعدانية المعروفة إن هما الاتنين اندمجوا في المشروع وسموه تومسون رويتر يعني أصبحت تومسون رويتر دي اللي هي بتطلع لنا ال impact factor اللي بدأ بال ISI كلام ده كان فيه سنة 2007 في سنة 2011 جوجل جوجل سكولر دخل على الخط وطلع لنا أيضا الصيتيشن وطلع لنا ال H index ولكن جوجل سكولر زي ما حضراتنا عارفين إنه يعني ما نجحش بالطريقة لنفس الطريقة اللي نجحت بيها web of science أو سكوبس لأنه هو بياخد البيانات بتاعته كلها سواء محكمة أو غير محكمة ولذلك لما تعمل بحث على ال H index بتاعك مثلا هتلاقي على جوجل سكولر ممكن تلاقيه 23 لو رحت على سكوبس ممكن تلاقيه مثلاً 20 أو 18 تلاقيه أقل بشوية منه لأنه جوجل سكولر بياخد كل البيانات بغض النظر عن أنها محكمة ولا مش محكمة ولكن كل البيانات اللي موجودة على الإنترنت فده كان في سنة 2011 في سنة 2013 في عندي data citation index أيضاً ظهري في عندي 2016 دي كانت النقلة النوعية الكبيرة لأنه هنا سكوبس عمل إيه؟ ده خلنا المتغير الجديد بتاعه اللي هو السايت سكور السايت سكور ماتريكس ده هو نفس المعادلة بتاعة ال impact factor ولكن شوفوا خد الأول لما بدأ خد آخر ثلاث سنين يعني قال إن إحنا السايت سكور في 2015 هناخد عدد السايتشن في آخر ثلاث سنين ونقسمهم على عدد البوبليكيشن اللي في آخر ثلاث سنين وبعدين العالج كل المشاكل اللي كانت مع الويب والساينس بحيث إنه هنا كان يعمل تحديث كل شهر وبعدين free تقدر تدخل تعرف وتبحث نحس بنفسك ما فيش أي يوزر نيم ولا باسورد محتاج عشان تدخل فهو عشان كده خد الشهرة الكبيرة وأصبح منافس قوي جدا وانتشر بشكل كبير بعد ظهور السايت سكور أول ما المنافسة دي احتدت تومسون رويتر اضطرت تبيع الشرك فتومسون رويتر بعيتها ليه كلاريبيت أنالاتيكس في سنة 2018 ومن 2018 أصبحت اليمباكت فاكتور بيصدر عن كلاريبيت أنالاتيكس كلاريبيت أنالاتيكس هي اللي بتعمل اليمباكت فاكتور دلوقت يبقى إذن إحنا من المقدمة دي زي ما حضراتكم شايفين الموضوع شركات ربحية شركات ربحية هي اللي بتعمل التصنيف الدولي واللي بتدي لنا اليمباكت فاكتور كل سنة وبتدي لنا السيتيشنز وبتدي لنا حتى بيتحكموا في توجيه البحث العلمي نفسه في العالم هم طريقة مهنية طبعا لأنه هم عندهم خبرات كبيرة جدا بس ده بيدي لنا سؤال مهم وبيدي لنا يعني انديكيشن إن إحنا لازم نبقى فين إحنا يعني إحنا هل ممكن نبقى إحنا لينا دور في الثقافة دي ولا إحنا فقط سوق بس إن إحنا مستهلكين المرحلة الأولى كانت إن إحنا الإنتاج اللي باللغة العربية مثلا لا يؤخذ في الاعتبار نهائيا ما فيش مجلات بتدقل ولا بتصنف باللغة العربية لحد لما عملنا معامل التأثير العربي في سنة 2007 ونجح المشروع بدأت المجلات العربية والإنتاج اللي باللغة العربية الشركتين اضطروا إنه هم يقبلوا الإنتاج باللغة العربية ودي كانت البداية اللي إحنا اشتغلنا عليها النقطة التانية اللي إحنا مهم إن إحنا كلنا نبقى عارفينها ونشتغل عليها اللي هي يبقى عندنا المجلات الدولية المحكمة والرصينة اللي تاخد التصنيفات الدولية بحيث إن إحنا نبقى جزء من المنظومة ما نبقاش مفعول به طيب كان ودوية يعني أكيد أكيد إن إحنا نقدر نعمل كده لإنه القواعد مش صعبة يعني مثلا إزاي إن إحنا ننشئ مجلة علمية إنشاء المجلات العلمية هي عبارة عن صناعة وأي صناعة في الدنيا ليها القواعد بتاعتها فإنشاء مجلة علمية الأول بنختار العنوان بتاع المجلة ويكون عنوان ليه بعض الشروط عنوان مختصر عنوان مضغوط عنوان يكون يتميز بالتفرد ما يكونش متكرر بعدين بنختار الإيم والسكوب بتاع المجلة المجلة دي هتعالج إيه وهتعمل إيه الموضوع اللي بتغطيه والموضوعات وبعد كده بنختار البورد بتاعها لازم يكون رئيس تحرير في التخصص بتاع المجلة يكون عنده بحوث كتيرة ويكون معروف هيئة التحرير نفس الحكاية يكون عندي هيئة تحرير ما يقلش عن عشرة هيئة تحرير في تخصصات مختلفة من دول مختلفة موزعين على مناطق جغرافية مختلفة بعد كده بقى نبدأ في الإجراءات الفنية اللي هي الويب سايت والناشر والأشياء دي لكن الخطوات سهلة نقدر نعملها صحيح ايه الشروط بقى ما هي ايه الشروط اللي تخلي المجلة دي اللي احنا بنعملها في اي مكان في العالم العربي في اي جامعة في اي مؤسسة في اي هيئة في اي معهد ايه هي الشروط اللي تخلي المجلة دي تدخل اسكوبس تتصنف يعني لانه المجلة تتحول الى مشروع تجاري ومشروعي يبقى فيه انكم معالي اول ما بتدخل اسكوبس يعني اول دخلت يبقى خلاص وانت خصوصا اذا عملتها open access يبقى انت عندك مصدر كبير من مصادر الدخل وده الهدف الاساس اللي احنا بنسعى له وانا حاول نشجع الناس انه يعملوا فيه شروط كتيرة يعني فيه 33 شرط لازم يتحققوا في اي مجلة عشان تصنف يكون لها ويبسايت يكون عندها ISSN يكون المجلة دي فيها كل البيانات موجودة على الويبسايت بتاعتها يكون لها ناشر ناشر معروف او هيئة يكون عندي فيها regularity يعني المجلة بتصدر بانتظام يكون فيها distribution distribution للهيئة التحرير وdistribution للبحوث المنشورة يعني ما ينفعش ان احنا نعمل مثلا مجلة في الامارات ويبقى كل البحوث اللي منشورة من الامارات ما ينفع لازم يبقى فيه distribution من دول مختلفة ويفضل انه من دول العالم المتقدم والدول يعني الشرق والغرب ويعني يبقى فيه distribution كامل من البحوث المنشورة لازم يبقى فيه عندي citations يعني لازم يكون البحوث اللي منشورة في المجلة لحد بيستعين بيها وبياخدها كريفرانس لازم يكون فيه عندي دقة لغوية لازم يكون فيه عندي الاخلاقيات النشر العلمي واضحة عليها مكتوبة يكون عندي style موحد للبحوث كلها تبقى نفس ال style يبقى فيه مجموعة كبيرة جدا من الشروط اللي interested من حضراتكم ممكن نبعث له الشروط بالتفصيل ويبدأ يعملها واحدة ورات تانية طيب المشكلة اللي بيسألونا فيها المعظم الناس يعني احنا هنعمل مجلة جديدة وهننشأة بس هنجيب منين submission هنجيب منين ناس ترسل لنا بحوث عشان تنشر عندنا واحنا عندنا مجلة لسه جديدة هي دي يعني أكبر نقطة بتعوق الناس انها تعمل مجلات جديدة لازم يكون عندك network كويس جدا يعني عشان تبدأ مشروع المجلة لازم يكون عندك network network اللي هو الناس اللي انت بتعرفهم في التخصص بتاع المجلة ويكونوا من أماكن مختلفة مع اختيارك لهيئة التحرير هتختار هيئة التحرير من الأماكن دي وكل واحد من هيئة التحرير لازم يكون عنده الاستعداد ان هو يساعد ان هو يجيب بحوث من المنطقة بتاعته ولذلك نقدر نضمن في أول سنتين قبل ما ندخل تصنيف ان احنا ماشيين بانتظام لانه لو ما مشناش بانتظام صعب ان احنا ندخل بعد كده أي تصنيفات طب ازاي نجيب سيتيشنز يعني خلاص احنا نشرنا يعني واستفادنا من النتورك اللي عندنا بس ازاي نعمل سيتيشن والمجالة لسه جديدة سيتيشنز بتيجي في هذه الحالة عن طريق اول ما ننشر اول عدد ويكون البحوث اللي موجودة فيه نبدأ كتيم ننزل البحوث دي في كل الوسائل يعني نبدأ نخليهم في 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 اي مكان نبدأ نشير انه فلان الفلاني نشر عندنا بحث بعنوان كذا كذا والبحث ده تناول كذا يعني نعمل ده عن خلي الناس تعرف وخلي الناس تشوف عشان كده الناس بممكن تاخدها كريفرانس وايضا البورد عليه دور انه هو ياخد البحوث اللي هي related الشغل بتاعه كريفرانس في البحوث اللي بينشرها في مجلات اخرى طيب يبقى ده بالنسبة الجزء الاول اللي هو ازاي ان احنا نعمل مجلة وازاي نوصلها ليه التصنيف السؤال التاني المهم ان احنا ازاي ننشر في مجلات قوية لانه المجلات القوية عادة يعني فيه جزء كبير جدا من العنصرية ممكن تبعت البحث وفعلا طول تاني يوم يرد عليك بالرفض ولا يخف يعني على احد يعني انه عادة المجلات بيبقى لها سياسة وفلسفة وبعض المناطق المعينة بيبقى التعامل الى حد مع طف يعني ممكن البحث ييجي بمجرد ما يشوف الافلييشن ده من المنطقة كذا او من البلد كذا فممكن يحصل الرفض المباشر ده ولذلك فيه بعض الاجراءات اللي احنا لازم ناخدها عشان نقدر ننشر في المجلات دي بدون مشاكل اول حاجة انا لازم ادرس المجلة يعني انا لو عندي تخصص معين وعندي مجلة قوية في التخصص بتاعي عادة معظم الباحثين بيعملوا حاجة يعني متكررة بيكتب البحث بتاعه بعدين بيحولوا بي دي اف ويبعت للمجلة ترفض من المجلة الاولى يبعتوا للمجلة التانية يبعتوا للمجلة التالتة وهكذا الحد لما في الاخر بيقبل يعني وده اللي هو يعني التصرف قد يكون بيضيع كتير من حظوظ الباحث ان ينشر في المجلات الكبيرة دي عشان تنشر في مجلة كبيرة الاول لازم تدخل على المجلة تشوف الموضوعات اللي هي بتنشر فيها تشوف طريقة الكتابة في المجلة دي الناس بتكتب ازاي التوزيع بتاع الاجزاء بتاعت البحث بتتوزع ازاي الستايل فايل هاي المجلة دي عندها تيمبلت عندها تيمبلت بالناس بتكتب عليه موجودة على الويبسايت ننزل التيمبلت بتاعه عشان نكتب على التيمبلت ده لازم نتأكد مية في المية ان الموضوع اللي انا بتكلم فيه ليه علاقة ببحث منشورة في نفس السنة اللي لم يكن في نفس الشهر لو انت الموضوعات اللي منشورة عنده في نفس السنة يعني مش هيقدر يقولك ده خارج ده خارج السكوب بتاع المجلة لو انت كاتب على الستايل بتاع المجلة بتاعت ودقة لغوية عالية وملتزم بكل الستايل بتاعه يبقى صعب انه هو يرفض لك من الاول خالص يبدأ من النظرة الاولى خالص الحاجة التانية انه احنا لازم يكون البحث ده فيه لغة قوية ولغة قوية جدا يعني دائما وابدا اول ما نكتب بحث لمجلة قوية المجلات الصف الاول لازم يكون عندنا غرور في الكتابة يعني التواضع في الكتابة في المجلات القوية ده ما يساعدش ابدا انك انت تنشر في مجلات كبيرة بمعنى اقصد الغرور انك انت تكتب الالفاظ القوية انك انت تعمل فوكس على النتائج اللي انت اكتشفتها نتائج الحديثة ونبرزها نبرزها باقوى الكلمات واقوى العبارات اول ما نقرأ الابستراكت بتاعتك نحس انه لا البحث ده عمل اضافة واضافة مختلفة وغير من الحاجات اللي موجودة في بعض الاحيان بيرد علينا المحكم يعني بمجرد ما نبعث البحث للمجلة بيرد مباشرة يقولك البحث خارج السكوب او البحث اقل من المستوى او البحث فيه مجموعة من الردود الاوتوماتيك اللي موجودة اللي بعض المجلات بتبعاتها مباشرة في حالة لما يصلك رد اوتوماتيك زي كده لازم تعمل قبيل على طول ما تستسلمش نقوله نرد عليه نقوله لا انا مش مقتنع انه البحث بتاعي خارج السكوب بدليل كذا وكذا انا مش مقتنع انه البحث بتاعي اقل من المستوى لانه البحث بتاعي فيه نتائج والنتائج دي اعامة من النتائج اللي منشورة عندك في العدد ده والعدد ده وتكتب جواب قوي جدا بيحتوي على معلومات قوية بتحسس الرئيس التحرير انه ده واحد فاهم واحد عارف هو بيكتب ايه وعارف القوة بتاعة الشغل بتاعه وفي هذه الحالة عادة رؤساء التحرير الغالبية بيقبل الابيل وممكن البحث ينشر بسهولة في حالة انه البحث راح للمحكمين ورجع وكان الاحتمالات انه عايزين ريفيجين او انه سواء ماينور او مايجور ريفيجين لازم ناخد الكلام ده مأخذ الجاد يبقى عندك فرصة قوية جدا انه البحث يقبل يبقى لازم تجاوب على كل نقطة لازم تكتب بالتفصيل الردود على المحكم ولا تنسى لغة الود في حالة مخاطبة المحكم يعني احنا بنشكر المحكم على المعلومات القيمة احنا بنشكر المحكم على انه هو لفت نظرنا لهذه النقطة ان احنا يعني في المراجعة خدنا كل النقاط في الاعتبار لانه احنا يهمنا انه المحكم ما يبقاش ضدنا في المرحلة التانية ازاي نكتب قبيل يعني ازاي نكتب الاستقناف ده لو المحكمين رفضين يعني المحكمين مثلا الاتنين هما الاتنين رفضوا البحث رفضوا البحث وكتبين اسباب الرفض لو انت مش مقتنع بانه المحكمين فاهمين والرفض بتاعهم نبدأ نكتب الاستقناف ده ونكتب فين جاوب على كل نقطة ونقول ان النقطة دي انا مش مقتنع بيها لانه كذا كذا المحكم بيقول البحث فيه كذا لكن هو المفروض ان يبقى كذا ونكتب لغة ايضا قوية جدا لرئيس التحرير ونكتب ان احنا مقتنعين واحنا واسقين في النتائج بتاعتنا وفي هذه الحالة ايضا بيبقى الفرصة قوية جدا ان انت ممكن البحث بتاعك يقبل ما نستسلمش بمجرد ما يجي لنا رفض ونبعت البحث المجلة تانية لا نستنى ناخد فرصة ان احنا نعمل استقناف مرة يعني هو فيه طبعا دي كان الجزء الاول اللي انا تحت امركو في اي اسئلة ونفتح الاسئلة عشان ما يبقاش الفترة طويلة كده وانا بتكلم كتير فالباب مفتوح لحضراتكم قبل ما نعمل البراكتس بتاع الشات جي بي دي فاي اسئلة تحت امركم تفضل دكتور عبد منع بي شكرا جزيلا على السرد الرائع للتاريخ والاساليب في التعامل مع موضوع النشر العلمي والخلفية عن معامل التأثير نفتح الباب للاسئلة والمداخلات تفضلوا على طول الميوت وقول الكلام اللي حاب تقوله بدون ما تم تفضلوا السلام عليكم اهلا دكتور علي استاذ الدكتور علي حنفي تفضل الله يخديد شكرا معالي الرئيس والشكرا موصول لمعالي الاستاذ الدكتور محمود عبد العاطي دايما مبدع ودايما من الوقت للتاني كده يعني بجد والله يا رئيس بنشعر ان البحث العلمي في الدول العربية بسيطة عامة ما زال في خير طالما القوامات المميزة دي موجودة محتاجين بس من ساعات العميدنا في البحث العلمي ومعاملة استاذ العربي ومؤسسه صدر محمود عبد العاطي بعض المجلات يا معالي الدكتور محمود معالي برو محتاجينها نحتاجين دعم سيادتك لها عشان تخش سكوباس وخطوة أولية للإي ساي إن أمكن معالي الرئيس بعض المجلات بعض المجلات مش بتكلم على مجالة تابعي خاصة وإفتهية وسيادتك داعم لها وهي أول مجالة متخصصة لكن في مجلات متميزة جدا في التخصصات الإنسانية أو العلمية محتاجين دعم ورعاية سيادتك واحتضانها لدخول سكوباس فضل معالي الرئيس شكرا شكرا دكتور علي بيع في الحقيقة احنا عملنا اتفاقية مع سكوباس من خلال اتحاد الجامعات العربية وفي مشروع بتاع منصة المجلات العربية ومن خلال المشروع دا بيحصل إنه تقييم للمجلات العربية والمجلات اللي بتاخد معامل التأثير العربي وتنطبق عليها الشروط بعد كده احنا بنعمل تزكية لعند سكوباس وبيبقى الفرصة قوية لهم طبعا عندهم الشروط الصارمة بتاعتهم لكن احنا ممكن نقدر من خلال معامل التأثير العربي بنقدم الخدمة دي ايضا خدمة بدون مقابل لكل المجلات العربية إن احنا نعمل تقييم اولي للمجلة وندي لك النتيجة التقييم نقول لك النقاط اللي عندك نقصة عشان تقدر تقدم ونشكر جهود نشكر جهود الجماعات والجهود سيادتك انت ضمت مجلتنا ايضا لإيبسكوهسكو ودي عمل نقطة نوعية وبعض الجماعات الآن ابتدت تاخد من ضمن معايير الناشة عندها او اعتماد البحثي في التربيات ان تكون مصنفة ضمن الإيبسكوهسكو وشكرا جزيلا ايضا عندنا الاتفاق مع إيبسكو بحيث ان المجلات اللي تيجي من معامل التأثير العربي وتعتمد إيبسكو بياخدها وبيعتمدها مباشرة انا حابة استعزن اسلام ابو المجد انه انا بس اطلب طلب من الاستاذ دكتور محمود بعدين نتحلوه الفرصة يسأل انا عندي طلب ما بالضرورة الآن المهم ما تنسى ما كل الناس الموجودين عندهم فكرة كاملة عن معامل التأثير العربي فدارك لو تشت على الموضوع لكن الاسلام ابو المجد تفضل اولا باشكر دكتور محمود عبدالعاطي على زي المحاضرة الشيقة والممتعة واهنقه على الجائزة العظيمة التي حصل عليها مؤخرا كل الشكر بتقذير دكتور اسلام ربنا بارك فيك يا ربنا ساعد حبيبا دكتور محمود ربنا بارك في حضريتك أنا استمتعت جدا بالمحاضرة وبالمعلومات وكم المعلومات اللي تم القاها في عزي المحاضرة العظيمة الله يحفظك يا رب بنا بارك فيك هو السؤال الله يخليك هو السؤال شوية يمكن يكون حالم أو طامح لكن مش عارف تعقيم حضرتك عليه إيه إيه إمكانية إن معامل التأثير العربي يكون منافس ثالث لكلاري بيت ويسكوبس أو يدخل معهم في شراكة هل ده ممكن يحصل لو حصل اتفاق أو تقوية بشكل أو بآخر حتى لو جمعنا معانا اللغات غير الإنجليزية لأن كلاري بيت وسكوبس كل تركيزهم على المجلات والنشر باللغة الإنجليزية لو جيت حياتك عملت واكيد حياتك عملتها هتلاقي نسبة اللغات الأخرى تكاد تكون أقل من 1% فهل ممكن نطمح في حاجة زي كده إيه الأسلوب اللي ممكن نعمله لحد ما نوصل نبقى إما منافس ثالث يا إما اندماج مع حد منهم في المستقبل شكرا شكرا جزيلا دكتور إسلام النقطة اللي أسرتها من الحاجات المهمة جدا إحنا بدأنا في معامل التأسير العربي كانت الفكرة الأساسية إن إحنا لقينا الإنتاج باللغة العربية والمجلات اللي بتنشر باللغة العربية كلها لا تدخل في التصنيم للإي إس آي ولا سكوباس بيصنفوه ولذلك كان الفكرة إن إحنا لو استمرنا كده بعد فترة معينة خلاص الإنتاج العلم باللغة العربية هينتهي تماما أول ما بدأ المشروع في 2007 طبعا كان فيه مقاومة من كذا جهة يعني ومن ناس كتير ويمكن حتى من العالم العربي إلى أن نجح المشروع وثبت وجوده وبدأ يكون قاعدة بيانات كبيرة للإنتاج باللغة العربية وساعد عدد ضخم من المجلات العربية إلى أن وصل يعني إحنا عندنا دلوقتي تكشف الاستشهادات أكثر من 2500 مجلة باللغة العربية اللي هي بتنشر في العالم العربي وفي لقينا مجلات بتنشر باللغة العربية في مختلف دول العالم ولذلك معامل التأثير العربي يغطي حتة اللي هي النشر باللغة العربية فقط يعني إحنا مش بنغطي المجلات اللي بتنشر بلغات مختلفة بدأوا طبعا بعد ما المشروع في سنة 2018 خد جائزة الشيخ محمد بن راشد مشروع معامل التأثير العربي واتحاد الجامعات العربية تبنى تبني كامل المشروع هم الشركتين نفسهم بدأوا يتحركوا ناحية العالم العربي والإنتاج باللغة العربية يعني سكوباست حركت على اتحاد الجامعات العربية وعملت الاتفاقية بتاعتهم بتاعت المنصة تلاريفيد اتحركت على بنك المعرفة المصري وعملت اتفاقية مع بنك المعرفة المصري عشان يعملوا كشاف استشهادات اللغة العربية يعني هم الشركتين الكبار نفسهم حassوا ب انه في جزء من السوق بتاعهم هينتهي ودخلوا وبدأ المجلات العربية خلاص تتصنف وده كان الهدف الاساسي بتاعنا يعني احنا الهدف الاساسي بتاعنا من معامل التسعيل العربي انه المجلات اللي بتنشر باللغة العربية كلها يتم تصنيفها زيها زي المجلات اللي بتنشر باللغات المختلفة. الاخرى موضوع ان احنا ممكن يحصل شراكة اكتر شراكة استراتيجية اعلى شوية ممكن تحصل في المستقبل. ولكن عادة في المنافسة اللي بين الشركتين الكبار على الانتاج في العالم بيخليهم الى حد ما كل واحدة منهم يعني متقوقع على نفسها يعني شكرا ايضا المحمود شكرا 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 هنا لو سمحت لي انا طلبت طلب اتوقع في بعض الموجودين ما عندهم فكرة كاملة عن معامل التأثير العربي والمشروع فلوديتنا ثلاثة اربعة دقائق كده عن الموضوع وبعد ذلك نغافل مع الناس اللي رافعين ايديهم للأسر حاضر يعني ممكن اشوف العرض هنا كمان حتى بتاع معامل التأثير العربي ممتاز just a minute ايدي انا اعمل شير سكرين هنا يعني لو اتكلمنا عن معامل التأثير العربي يعني الفكرة الفكرة فيه يعني بدأت الفكرة في سنة 2007 لما فكرنا لان انه الانتاج باللغة العربية كله لا يؤخذ في الاعتبار لا في تصنيف جامعات ولا في مشروعات ولا اي حاجة خالص ولا حتى لان انت لو ممكن تاخد بحس كامل مكتوب باللغة العربية ومنشور في مجلة وتاخده تنشره تعيد نشره تاني ولو روح تعمل تقرير اقتباس هتلاقي صف فمعنى انه ما فيش قواعد بيانات للانتاج باللغة العربية ما فيش حد بيصنف المجلة دي كانت الفكرة الاساسية ولذلك كان يهدف لمساعدة المجلات لدخول التصنيفات العالمية ووضع الانتاج اللي باللغة العربية على الخارج واخترنا يعني واحد من كل دولة عربية من الناس المسؤولين من العلميين المتطوعين اللي عندهم استعداد ان هما يساهموا في خدمة اللغة العربية وكانت اهم الاهداف ان احنا نساعد الهيئات العربية التحاول مستهلك للمعرفة لمصدر وبعدين تأسيس منصة يعني منصة للحفاظ على الانتاج المنشور باللغة العربية بدأت الفكرة 2007 شكلنا اللي جان 2011 2014 خدنا موافقة اتحاد الجامعات العربية على انه يشرف على المشروع بدأنا نطلع التقرير بتاعتنا من 2015 طلع التقرير الاول كل يوم 15 اكتوبر من كل سنة بنطلع التقرير في سنة 2019 خدنا موافقة كاملة من اتحاد الجامعات العربية للاشراف الكامل على المشروع وده اللي اداله لانه احنا كنا عايزين منصة منصة تشمل الدول العربية كلها اش عايزين كان ممكن في بعض الدول عرضت انه يبقى المشروع عندها بس وباسماها يعني ولكن احنا حسنا ده هيخلي المشروع لو اي مشكلة بسيطة سياسية او اي مشكلة من نوع هيتوقف المشروع فقلنا خليه يبقى مع اتحاد الجامعات العربية عشان يبقى المظلة لكل الجامعات العربية يعني بدأت في الاول كنا بدئين بداية متوضعة جدا عدد المجلات كانت صغيرة خالص بدأنا من يعني 35 مجلة لقينا تنطبق عليهم الشروع في الاول بس مع التطور ومساعدة المجلات لقينا انه نقدر نساعد وبدأت العراق في السنة التانية هي عندها اعلى عدد من المجلات ولقينا مجلات في الهند وفي ماليزيا وفي امريكا وفي بريطانيا مجلات بتصدر باللغة العربية بتشوفه بتزيد بعد كده الجزائر بقى هي اللي احتلت المرتبة الاولى يعني عندها اعلى عدد من المجلات ايضا مستمرة للجزائر بس ظهرت دول تانية اخرى زي تركيا وايران مثلا والمانيا وفي اسطونيا في عندهم مجلات بتصدر باللغة العربية وفيه موقع موقع كامل موجود هنا لينك على الانترنت الكتاب بتاع معامل التأثير العربي يعني ممكن فيه كل المعلومات وكل تفاصيل المشروع واللجان بتاعه وقادي الاهمية بتاعة المعامل التأثير العربي نحن عندنا يعني بيعرف الباحثين العرب بالتخصصات يعرف النشر يحافظ على النشر العلمي اللي باللغة العربية واي مجلة تقدر تقدم عشان تدخل لمعامل التأثير العربي مجانا دون اي مقابل اللي فيه لجنة اللجنة بتفحص المجلات وبتدي التقارير بتاعتها ولو فيه اي نقاط ضعف او نقاط مطلوب انه المجلة تراعيها مباشرة اللجنة بتقولهم عليها ويبعثوها لهم وهم بياخدوها في الاعتبار اول ما تدخل المجلة معامل التأثير العربي ايضا متابعة كل ثلاث شهور يعني ممكن تدخل المجلة معامل التأثير وتاخد معامل التأثير بس السنة اللي بعدها تطلع من التصنيف لو اي معيار من المعايير اختل ففيه متابعة مستمرة المجلات اللي بتنطبق على الشرور والمجلات اللي بتمشي بشكل كويس جدا احنا بنعمل ممكن نرشعها لسكوبس وتساعد في دخولها سكوبس شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا الفرصة الآن لأسعد أسعد محمد تفضل السلام عليكم الصوت واضح دكتور وعليكم السلام ورحمة الله الله يعافيك ومشكورين جدا على المحاضرة الغيمة الشيغة أنا دكتور أسعد محمد أحمد أستاذ مشارك في جاعة غالية الطبية في كلية العلوم الطبية الله يعافيك عندي بس بعض الاستفسار والconfusion يعني أنا كيف أحدد المجلة التي تكون بريديتري ولا المجلة الفيك لأنه إذا احتمدت على السكوبس بس الله يعافيك ومشكورين جدا على السكوبس بزاد كيو فور كيو سري بلقى فيهم برضو بريديتري جيرنل أو بلقى فيها مجلات فيك حتى بعد سنة سنتين السكوبس هتقوم بتقوم تزيله برضو نفس الشيء للويب واف سيانس بزاد لما نمشي للإندكس بتاع الاميرجين سايتاشن إندكس برضو بلقى فيهم مجلات هي بريديتري جيرنل يعني بعد بطرة سنة سنتين بعد ما ناشتروا فيها والويب واف سيانس تجد دقيق فيها يقلعوها بره أنا سؤالي كان آشر بغض النظر عن المجلة هي إندكس في السكوبس ولا الويب واف سيانس يعني الشروط الكراتيرية في المجلة المفروض تتوفر عشان أقدر أحدد المجلة ديها بريديتري ولا ماشا بالغاية بتاع الفيك لأنه إذا احتمدت على الإسكوبس بس ولا الآيس آي ما تات شكرا فهذه المقطة يعني مشكور يا بروك على إجابة مقدمة سؤال غاية في الأهمية لأنه الأسف الشديد الموضوع ده بيتم اللعب بيه بطريقة بطريقة كبيرة جدا اللي لازم نعرفه إنه موضوع النشر العلمي هو موضوع بيزنس وبيزنس ضخم ولذلك فيه حروب كبيرة تحت الطاولة ما بين الشركات قصة إنه يبقى فيه قائمة للمجلات الوهمية أو المجلات المفترسة والقائمة دي يتم تداولها هي ده عبارة عن لعب شركات لازم زي ما حضرتك قول إن إحنا نقدر نحدد بنفسنا يعني لا نعتمد على قوائم ناس بتبعاتها ويتم التداولها عن طريق الوسائل التواصل الشروط اللي بتخلي أنا أقدر أقول المجلة دي مش وهمية أو مجلة مفترسة إن أنا عندي الأولا ما يكونش فيه مبالغة في رسوم النشر يعني رقم واحد يعني ما يكونش عندك مبالغة في رسوم النشر ما يكونش عندك القبول سريع جدا بدون تحكيم يعني بعض المجلات ممكن تبعات له يبعات لك الأكسيبتنس مباشرة طالما أنت هتدفع يعني لازم أنت تدخل على الويبسايت بتاع المجلة وتشوف مدى انتظام المجلة في الصدور مدى جودة البحوث اللي منشورة في المجلة الهيئة التحرير اللي موجودة هل هيئة التحرير الموجودة دي علماء فعلا ناس مميزين في التخصص ولا لا جميع المجلات اللي موجودة في ووب اوف ساينز أو في سكوباس ما نقدرش نقول عليها أبدا مجلات وهمية ولا مجلات مفتن نهائي لأنه الهيئتين دول بالتحديد بيعملوا مراكعة دورية كل ثلاث شهور ويمكن في سكوباس بتعمل كل شهر أي شك في أي مجلة إنها بتمارس أي نوع من أنواع الاحتيال أو نوع من أنواع اللي إحنا نقدر نسميها المجال على طول بيطلعوها يعني ما بيستنوش عليها سنة ولا سنتين ولا لا مباشرة بيدوا إنذار إنذار تاني إنذار على طول بيطلعوه من التصنيف ولذلك المجلات اللي موجودة كلها في الحل الوحيد بالنسبة لنا كباحثين أنت تدخل على سكوباس لقيت المجلة أو الويب اوف ساينز لقيت المجلة يبقى خلاص إحنا دي ما نقدرش نقول عليها أبدا وهمية أو مفترس المجلات اللي لسه ما دخلتش اللسه ما دخلتش تصنيف أو مجلة بتستعير اسمي واحدة موجودة في الويب اوف ساينز مثلا يعني تلاقي مجلة تبعت لك وتقول لك إن إحنا مصنفين في سكوباس وويب اوف ساينز ويدليك الاسم ويدليك اللينك ويدليك كل حاجة ويكون هو أصلا سارق الاسم فأنت في هذه الحالة بتدخل على الاسسن اللي كاتبه وتشوفها وتتأكد إنه ده المجلة الأصلية اللي هي موجودة في سكوباس أو كلاريفيت مش مجلة واخد الاسم أو سارق الاسم لأنه في بعض المجلات بتعمل كده أو بعض الناس المفترسين بيعملوا كده يعني يشوف مجلة مشهورة في ويب اوف ساينز وياخد الاسم ويبعث لك انفتشن بعدين تدفع فلوس وياخد البحث وبعد فترة تلاقي البحث بتاعك مش موجود شكرا دكتور ساعد ساعد دكتور ساعد مطر تفضلي السلام عليكم السلام عليكم أنا ساعد مطر مجمعة الأمريكية في الإمارات في دبي سؤالي يشتبه تماما للسؤال البروفيسور القبل مني على طول كيفية إن أنا أبحقق من الدورنال اللي أنشر فيه يكون تابع فعلا لسكوباس لأني تعرضت مرة سابقة حصل ميوت يا دكتورة أن ميوت أجين شكرا كيف أننا أتأكد يعني الجورنال أما بدخل وبكشف عليه في السكوباس سايت بلاقيه موجود والاسم كبير وبقاله سنين عديدة لكن بكتشف أننا دفعت ومنتظر أنه يتنشر أنه مش سكوباس بالمقر ده حد عامل يعني حضرتك فاهمتني آه الفكرة الفكرة أشكر حضرتك بروفيسور تماما ربنا بارك فيك يا دكتورة سعى شكرا هو دي النقطة اللي أنا بحذر منها أنا دائما وأبدا ما نستعملش لازم يكون الإيميل اللي أنا بتواصل مع المجلة يكون الإيميل الرسمي بتاعه يعني الإيميلات اللي هي العامة بتاعة الجيميل والياهو كده ما نتعاملش معها في حالة الصبميشن أو دفع المصروفات لازم يبقى عندي الإيميل والإشعار جيني من الموقع الرسمي بتاع المجلة ويفضل أن إحنا ندخل عليه ونتأكد منه لكن في بعض الأحيان بيجي لك نفس المجلة الكبيرة وكلها بس إيميلات كلها مش رسمية ولذلك الناس بتقع الضحية في الحالة دي تمام بساعدتك واثر الشكر شكرا شكرا دكتور علي محمد يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله دكتور علي محمد زيحاتك الله يبارك فيك علي يوسف مدرس مساعد دكتورية علوم في اسم الرياضيات سبهاك أهلا وسهلا أهلا وسهلا سهلا وسهلا محمد زيحاتك حياتك على الهزم هذا القيمة جدا يعني حياتك دايما فخر لنا جميعا كالوطن العربي كامل وهي سبهاك بشكل خاص يعني ولكن زي ما حياتك عارف انه السايتسكور اللي في سكوباس او الامباكت فاكتور اللي في هي عبارة عن حسابات يعني عبارة عن انا بقسم السايتشن على العدد البخوص فانا لو لو القائمين على المجلة فاهمين هذا الكلام انا ممكن اجمع سايتشن انا ممكن اجيب السايتشن وبعدين اتوصل لانا هرفع المجلة بتاعتي او اتقو المجلة بتاعتي او السايتسكور السايتشن السايتشن نفس القصة هي مستقلبة في بعض الانباكت انا ممكن احققها في المجلة بتاعتي ودخلها في سكوباس ولكن فجئنا انه في الفترة الاخيرة انه في بعض المجلات اللي هي سكوباس وي وكمان وي وي وني في التاجيات او المجلسط على الجامعات بيتم استبعادها او بيتم انه دي مسلا لا ده واخدة مسلا بتاخدش تاخد ضعيف او بتاخدش درجة كويسة في الترجيات ليه لانه في بعض الحاجات مثلا بتنشر بسرعة او يعني في حاجات معينة بتخلي انه المجلسط على الجامعات او هما بيقيموا في الترجيات بيحطوا دي يعني ايه ولكن انا عايز اعرف هل في برامترز اخرى بتخلينا اتأكد المجلة دي قوية ولا لا مضافة على السيطس كور او المجلة عادة يعني المجلات القوية هي المجلة اللي في التخصص الدقيق بتاع يعني اقوى مجلة بالنسبة لك اللي هي المجلة اللي بتنشر في التخصص الدقيق اللي خاص بي كل الاشياء اللي حالتك قلتها يعني هو ده الطريقة اللي بيتم تقييم المجلات بيها مفيش حل تاني غير ان احنا نشوف عدد السيتيشن بدأت في اتجاهات عالمية حاليا انه الناس مش مقتنعة بال يعني هو في بعض اللي حان يعني اقولك انه ممكن انت تنشر بحث غلاء يعني كل النتائج اللي فيه غلاء وكل اللي ييجي بعديك يقول انه ده البحث بتاعه غلاء او البحث بتاعه ده النتائج بتاعته كلها خاطئة كل ما واحد بينتقدك انت بتاخد السيتيشن اعلى يعني السيتيشن بتاعك يزيد يعني لو في مجلة بتنتقد كتير السيتيشن بتاعها يزيد يعني معناها بتاعها يزيد فده يعني في بعض الاحيان يعني فده الحل اللي موجود حاليا او المعادلة اللي موجودة حاليا العالم بيفكر الناس بيفكروا بتوع قياسات المعلومات انه هم نشوف يعني مؤسر جديد يقدر يدي لنا الجودة بتاعت المجلات غير اليمباكت فاكتور في بعض الشركات حاليا وبعض الهيئات مش معترفين خالص باليمباكت فاكتور وبدأوا يعملوا خاص بيهم للمجلات بتاعتهم عن طريق الجوجل سكولر مثلا شكرا 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 جزيلا جاوبت انت على كل الاسئلة في سؤالين قبل ما ندكر فرصة انك تمشي للتدريب على الجاجيب سؤال من الأستاذ عبد المطلب عمارة شكرك اول حاج على التعريب لمعامل التأثير العربي والسؤال اين يمكن التعرف على معايير معامل التأثير تتكلم عن العرب إما لإعداد التقييم المبدئ الذاتي قبل عرضها على معامل التأثير العرب جزاق الله خير شكرا هو على الموقع بتاع المعامل التأثير موجود القواعد وبمجرد ما انت بتبعت لنا يعني تقدم على المجلة بتاعتك مباشرة الفريق الفني بيبعت لك استمارة التقييم الذاتي انت بتاخد الاستمارة بتاع التقييم الذاتي للمجلة بتاعتك بتكتب فيها كل الحاجات اللي انت شايفها وبعد كده احنا بناخد الاستمارة اللي انت ملتها ونراجع الموقع بتاعك والأعداد السابقة كلها وفي الاخر بندي لك التقرير النهائي شكرا جزيلا والان نتحليك الفرصة للعمل ناشي شكرا شكرا هندخل على العمل دلوقتي هنشوف موضوع ازاي نستخدم الشات جي بي تي يعني على سبيل المثال احنا خلينا احنا نقصد هنا اه اه شايفين معاي الشاشة ايوة ده الموقع بتاع الشات جي بي تي يعني بسهولة جدا فري بدون اي اشتراك بدون اي حاجة يعني يصل انت لو كتبت بي او اي دي اه دوت كومنت هتنزلها عندك على الجهاز بسهولة جدا هتقدر تنزل ده فري وبعدين بيدي لك الاحتمالات بتاعة كل الحاجات التانية اه تشاة جي بي تي تشاة جي بي تي ستاشر اربعة والجوجل التاني بي الام ده يعني هتدي لك حاجات كتيرة جدا ممكن تستخدم فازاي ان احنا نقدر نستفيد بموضوع جي بي تي في موضوع اللي بخص بتاعتنا يعني على سبيل المثال لو انا عندي يعني اي عنوان انا بكتب في بحس وبعدين البحس ده انا بختار له عنوان فكتبت عنوان بس العنوان مش عاجبني يعني او العنوان حس ان انا عايز عنوان اقوى فهنفترض ان انا عندي اي عنوان كده لو كتبت كده يعني انا لو اديت له هنا كتبت له rewrite rewrite state يعني انا مثلا في عنوان البحس التاعي حضرتكم شايفين كده شايفين ايضا يعني مثلا هكتب اي حاجة اي حاجة نكتبها some يعني some models on quantum on quantum optics مثلا يعني انا عندي عنوان في البحس بتاعي بالشكل ده هقول له عدي كتابة العنوان ده نشوف ايه الاحتمالات اللي هو هدهاني هديني هاللغة اقوى هديني هديني بصف لاي هديني لك حاجة professional جدا يعني على طول مباشرة تاني يعني هو اقترح لي كده quantum optics model selection بدل some models of quantum optics كتاب لي كده quantum optics model selection الده اقترح اقوله مش عاجبني ده يعني يعني ممكن اقوله اديني حاجة مختلفة يعني 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 اديني كمان عنوان يعني اتبقى اه انا عنوان بقى عشان يديني الاكبر شوفه كتب لقى سبلوري بارس مودل ان كوانتم اوبتكس ان هو و وبعدين وبعدين بيشرح لك بقى هو ليه دا لك ليه دا لك التايتل بالشكل ده لبقى دا يساعدني جدا ساعدني ان انا اقدر اختار عنوان قوي للبحث بتاعي وبعدين عنوان قوي كمان دا بيستخدم لغة قوية جدا يعني اللغة اللي عنده ما فيهاش اي اخطاء يعني نروح مثلا احنا كتبنا الابستراكت عادة الناس بتكتب الابستراكت وهي اللي بيتوقف عليها القبول بتاع البحث او عدم قبول معظم الناس بتكتب في الابستراكت وبيبقى فيه يعني تطويل فيها او بيبقى فيها استخدام الفظ متكررة هنا نقول له لو احنا قلنا له ريرايت الابستراكت ريرايت بزار ابستراكت ان ان شورت مسا او او اختار اي لفظ بحيث انه وحط له الابستراكت اللي انت عايز لو كتبت ان شاء الله ابستراكت مثلا صفحتين لقيه بيلخصها بقوة شديدة جدا وبيكتبها بشكل ممتاز هنفترض ان انا هروح ااخد ابستراكت بس يكون جاهزة اهي هاخد ابستراكت دي ابستراكت جدا لنا انا وبيكت انا ومش عارف ايه فنقول له عيد لكتابتها وبعدين لازم نقول له يعني ما تكتب له يعني في بعض الالفاظ لازم نقولها له يعني لو ما قلتش الالفاظ المحددة دي هو مش هيرفهم انت عايز ايه يعني في التايتل بقول له يعيد لكتابة العنوان فهي يعرف ان انت هو بيعيد لك كتابة عنوان باحث لما هنا نقول له يبقى هيدي لك فعلا هو هيبقى عارف ان هو بيكتب في الابستراكت فهنكتب كده ادي شوك الابستراكت كبيرة يعني كبيرة وفيها كلام كتير فهو هيشوف اختصرها لك ازاي يعني اختصرها لك وبعدين بشكل حل يعني ولغة قوية يبقى احنا كده اذا اختصرنا بس ما ناخدش الكلام زي ما هو وناخدها كوي بس لانه حاليا بعض البرامج بتاعة البليجاريزم هتقدر تقول ان الابستراكت دي جاية من الشجبتي فانت بتاخد بس تستفيد يعني تستفيد من اعادة كتابة اللغة اللي هو كتبها لك وانت بقى تزبطها بنفسك يعني لانه لو خدناها زي ما هي كده كابة بس ممكن تطلع كاستلال لما يحصل في تقرير بتاع البليجاريزم الميزة الكبيرة بقى هنا والاستخدام اللي انا شايف انه من اهم الحاجات انه نقدر يعمل لي يديني كل الرفرانسز اللي مرتبطة بالموضوع بتاعي يعني اقول له مثلا اديني سم يعني اقول له give me سم ريفرانسز سم ريسن خليها ريسن يعني عايزين حاجات حديثة سم ريسن ريفرانسز او اي موضوع بالعرب والمناسبة ممكن بالعرب والانجليز الاثنين يعني او مثلا اقول له قونطم كومبيوتر قونطم كومبيوتر انا قلت له اديني بعض المراجع بقى الحديثة بدل ما كنا نقعد ندور بقى يعني شوف هيديه لك اهو قال لك ده شوف شوف بسرعة مديني كل المراجع اللي انا اتخيلها اه ده 21 سنة 21 سنة 16 سنة سنة 2009 14 21 ممكن تقول له انا عايز كمان لا مراجع احدث عايز كتب بس يعني تحدد له اللي انت عايزه بالضبط هو هيديه لك يعني اصبح ان احنا تجميع المراجع ما اصبحش مشكلة خالص وهيديه لك معناه انه هو هيغطي كل الحاجات اللي انت عايزك ممكن باللغة العربية يعني ممكن ناخد حاجة بالعرب نقول له بعض بعض الكتب في الزكاء الاصطناعي مثلا الزكاء الاصطناعي ديني بعض الكتب في الزكاء الاصطناعي كيف ادنا بس ادنا كتب باللغة الانجليزية بعدين هو مقترح لي كمان بيقول لي انا ممكن اقترح لك بعض الاسئلة اللي تسألهانها هل يمكنك توفير معلومات اضافية حول هذه الكتب هل لديك اي توصيات لكتب اخرى في مجال الزكاء الاصطناعي هل يمكنك توفير معلومات حول مستوى صعوبة هذه الكتب يعني لو احنا اخترنا دي كده بيقول لك بالتأكيد عندي توصيات لكتب اضافية في الزكاء الاصطناعي وده لك مجموعة تانية كتيرة من كتب الزكاء الاصطناعي ولذلك ده يعني عمل ثورة عمل ثورة في كتابة البحوث حاليا اختصر لنا جزء كبير جدا من المجهود اللي كنا بنبذله عشان نعمل سيرفيو عشان نشوف المصادر اللي كتبت عشان حتى الفترة الكبيرة اللي كنا بناخدها في المراجع عشان نراجع وندقق في اللغة في البحوث اصبحت خلاص هو سهل الموجود في بعض الاحيان ممكن تروح تقارن يعني تكتب هنا وتستخدم ده وتقارنه بعض البرامج الاخرى من نفس الحكاية يعني مثلا البارد بتاع جوجل ده البارد بتاع جوجل ده بارده قوي جدا وبيبدي معلومات اكثر تفصيلة فانت ممكن تستخدم الاثنين يعني فده يعني ده المعلومات اللي كنا عايزين نقولها عن شات جي بي تي وتحت امركم في اي اسئلة انا حقل لك عبارة كتبتها اه آاء ايا ايا احمد تربية ايوه دالت انو القد بايز ذات مش مجان في مصر هو بيدي تجربة لمدة سبع ايام وبعد كده بيطلب اشتراك لا اه هو القد بيدham بايز ذات موش مجاني في مصر هو بيدي تجربة لمدة سبع اي ..وبعد كده بيطلب اشتراك قد بيقي ده قد زمان شواني هو القدام على هذ muddy نفس الوامدれた خلال من زمان شغاله مش محتاج اشتراك ولا محتاج اي حاج فريق ايضا مش محتاج اشتراك ولا اي حاجة اما الاتشاجة بتين نفسه محتاج فعلا اشتراك مشكلته الوحيدة انه اخر اخر البيانات وعشرين وعشرين اه بالزبط كده هو قاعد البيانات معتمد على العشرين وواحد وعشرين ده صحيح شكرا جزيلا اي ازئلة اخرى او مداخلات معالي الرئيس تفضل سيد الدكتور غالي حنفي تفضل طيب معالي البروف محمود هل يعني انا الان عمال افكر احنا اخشى من الجيل القادم في الباحثين يعني تمت على هذه المواقع ولا يوجد فرصة للتفكير ولا الترجمة الذاتية ولا البحث عن المعلومة اللي احنا تعبنا عليها يا دكتور محمود عشان كده اتعلمنا صح يا بروف معايا سعدتك صحيح يعني بقاء الاسر والله لن انسى بعد اذن سيادتك والزملاء يسمعوني كلهم والله ما انسى وتبروح الجامعة الامريكية بنظام الكرنيه ده هو من الجامعة واخد اشتراك وانام في المكتبة فرصة ان انا ببحث اجيب المكتبة بايدي نظام الورق بقى والتصوير والحاجات دي معايا سعدتك ما تقييمك وانت رجل ناصق فيك وصاحب جوائز بحيادية تفضل مع الوزير المشكلة دكتور علي حاليا اتجاه عالمي الشكلة مشكلة لتشجي بتيه قدري يحل حتى الامتحانات بتاع كلية الطب يعني ده كلام ده بعدين البحوث لأ الطلاب معظم الطلاب بيستخدموا لتشجي بتيعملوا المشروعات فلذلك العالم كله حاليا بيفكر بطريقة انه لازم يسيطر على القصة دي يعني مجلس الامن يمكن تابع اجتمع لانه بيقول ان احنا لازم نحمل ميساق لاستخدام الزكاء الاصطناعي لانه لو استمر بنفس الطريقة دي حيقضي على الجنس البشري تماما يعني خمس يعني الجنس البشري ممكن يختفي لانه الزكاء الاصطناعي لما دخل والروبوتات بدأت توصل للمرحلة الكبيرة جدا من تعلم الآلة يعني تعلم الآلة يعني معناها ان الروبوت هيبدأ يفكر وياخد قرار ويتصرف مش لازم يكون حاجة عنده متخزنة لا ده هو هيتعلم من الخبرات الكتيرة اللي موجودة ومتخزن عليه ولذلك احنا بنمر حاليا في منعطف خطير جدا في كل مناح الحياة العالم النهاردة مش هيبقى هو نهائيا العالم بعد عشر سنين ولا بعد عشر سنين كل المفاهيم هتتغير غالبية الوظائف هتنتهي التفكير الانسان هيختلف العلاقات الاجتماعية هتختلف العيشة الافتراضية اللي العالم حاليا بيعيش فيها مع الميتا فيرسو مع يعني حتى في اتجاه بيقول انه ما فيش جامعات هتبقى هنهائي في العالم ما فيش جامعات بالشكل اللي احنا شايفينه ده مش هيبقى فيه مباني وبجامعات لا خلاص يعني التعليم كله هيبقى بطريقة مختلفة وبشكل مختلف ولذلك ربنا يستر بقى في الفترة القادمة ولكن فيه مساق اخلاقي بيتعمل حاليا في العالم لازم العالم ما عندهش حل تاني لانه ده اخطر من الحرب النووية يعني اصطناع التطور بتاعه المزهل ده وبدأ يخرج عن السيطرة حيبقى اخضر من الحرب النووية اه طبعا طبعا لان انا بعد ازم عليك لان انا عمال افكر طب الطالب الان بدربه ازاي يوصق وفق الـ ABA 0 هو مش محتاج حاجة دي يدربه هو خلاص هيخش لقى كل حاجة جاهزة صح كده؟ لا طبعا برامج جاهزة خلاص خلاص طيب خلاص دكتور حانفي واسمح لي يا سماعي الدكتور محمود والله قضية شائكة يا رجيس اول حاجة يا دكتور حانفي اكبر منكم جميعا سنا وفاهم تماما ما تتحدث عنه يعني ولكن في نفس الوقت الكلام اللي قاله لستاذ دكتور محمود عن انه في تطور حيحصل حصل مش حيحصل حصل حصل يعني الانهي اصبح واقع وكل ما يمكن ان نفعله انه تكنترول you can not stop this خلاص يعني خده مني يعني ده صحيح حصل حصل يعني ولكن كيف الناس تسيطر على الأمر ولكن الآن نحن نتعامل مع الجيل يختلف منهم يتمشي إبيت في المكتب هذا بالنسبة له ما وارد وقد ما يحتاج أساسا يعني إذن المهارات المطلوبة للقرن الواحد وعشرين وبيوند بتختلف من المهارات اللي مطلوبة كانت مننا واللجالة اللي بعدنا اللجالة القادمة بيحتاج منهم مهارات أخرى حتى الآن في الكونسب بتاع مهارات القرن الواحد وعشرين لما نحددوا التوب تن سكيلز البقى من اللي نحن تعودنا عليه هو الكوميوليكيشن والكولابوريشن لكن الباقي كله عبارة عن مهارات تناسب العصر مهارات تناسب العصر الآن طالما هم بقدر يحصل على المعلومة بطبيقة سهلة جدا أما ما بالضروري يحصل على بنفس الطريقة الصعبة اللي حصلنا عليها بيها نحن في جيلنا ولجالة اللي بعدين فإذن خلونا يعني في المقولة أو الحديث لا أدري علموا أبناءكم لزمان غير زمانكم يعني نحن خلاص نجهزهم لأنه ذكرت ذكرت أستاذ الدكتور محمود الموضوع بتاع الأخلاقيات والقيم دل مفروض نديه أهمية وأولوية في نشر وترسيخ القيم والأخلاق في التعامل مع هذه الأشياء أما استخدامه كمهارات وكمصادر ده تيار جارف جدا لا يمكن اللقوف في طريقه وجهة نظر شخصية صحيح أحسنت يا دكتور أحسنت السلام عليكم دكتور محمود وعليكم السلام ورحمة الله تك بخير بسم الله ما شاء الله الله يبارك فيك أل معنا الأستاذ دكتور مصطفى حسن سمارت يونيفرسيتي ولا شخصي آخر أيوة حضرتك أنا جامعة الودة الجديدة الودة الجديدة مرحب أهل المساعد فضل فضل أنا للأسف حضرت مؤخر يعني المحاضرة الممتعة دي يعني أمقصني اللي هي الكريتيريا بتاعة المجلة لأنها تدخل في تقييم السكوبس فممكن حضرتك يعني لو على السريع كده يعني تعطي الكريتيريا الخاصة بتصنيف السكوبس يعني عشان المجلة تدخل في تقييم السكوبس في 33 شرط عادة بمطلوبين لازم أي مجلة تلتزم بيهم قبل ما تقدم على السكوبس يعني أنا ممكن أبعث القائمة كلها قائمة الشروط يعني ممكن لو دخلت على الموقع بتاع معامل التأثير العربي حتلاقي الشروط موجودة ولكن أهم الشروط دي أن أنت يبقى عندك المجلة فيها ISSN فيها ويبسايت فيها ديستريبيوشن فيها عندك دقة لغوية فيها عندك التزام بالإصدار في التوقيت المزبوط يبقى عندك هيئة تحرير قوية في التخصص متوزعة يعني هما الشروط مش صعبة تتحقق ونقدر ندرسها يعني بسهولة تمام حضرتك شكرا لما عليك شكرا لما عليك ابعتلي حتى على الواتس أو على أي طريقة وأنا مباشرة أبعت لك القائمة أنا هكتب لكم في الشات هنا الرقم اللي عليه الواتساب أي استفسار تحت أمركم في أي لحظة تمام عليك بارك الله فيكم شكرا شكرا ودي أفتكر لحظة مناسبة أطلب من الجميع كتابة الإيميل في الشات على أساس أنه هنرسل لهم اللينك الرابط للتسجيل بتاع المحاضرة والشهادة فكل واحد فيكم لو سمحتوا ادخل على الشات ويكتب الإيميل أفتكر يا دكتور أنا بالنيابة عن الحضور وبالنيابة عن ميديكس نتقدم إليك بالشكر الجزيل على هذه الإضاءة وهذه المحاضرة القيمة الرائعة أنا من ناحية دي أتوقع أنه بنحتاج لي يعني يكون كورس يعني تجي تعمل لنا كورس كذا ويكون عملي ويكون نكون موجودين كذا face to face وننهل من علمك الغزير ونسألك أسئلة مباشرة إن شاء الله ده أنا يشرفني وجودي معكم وحقيقة النهاردة سعيد جدا بالكوكبة اللي حضرت يعني وأتمنى يا رب نكون ديرنا يعني نوصل معلومة مطلوبة لنا كلنا شكرا ونشكرك شكرا جزيل أنا هنتظر شوية عشان أخذ كل الإيميل ولكن أشكر الجميع الناس اللي كتبوا الإيميل نشكركم جزيلا ونشكر أستاذ دكتور ونقول له جزاك الله خيرا وفي مزار حسناتك ويمكنك الآن لو حبيت تغادر أنا هنتظر شوية أخذ كل الإيميلات لأنني شايفة الناس لسا بتكتب شكرا لك يا أستاذ دكتور شكرا حبيبي ربنا يبارك فيك صديق الحبيب دكتور عبد منعي شكرا لك ساعة دكتور محمود في رقم موبايل وقال حيكتبه على الشات بعد إذن حضرتك يا دكتور أنا كتبته يعني بس كتبه مرة تانا جزيل الشكر لحضرتك يا دكتور محمود على المخاضرة الرائعة الله يكرمك فانم ربنا يبارك شكرا لك شكرا لك دكتور حنفي على مشاركاتك القيمة يعطيك العافية لا لا احنا داعمي لكل نشاط علمي من سيادتك والاتحاد الجامعات العربية وبروف محمود انتو نمازج بالعكس رغم أن الواحد كبر في الدرجة العلمية لكن ما زال بيتعلم وكل يوم بستفيد من بروف محمود الله أعطيك العافية شكرا لك السلام عليكم وعليكم السلام شكرا لدكتور عبد المرحم على التقديم وشكر خاص لدكتور أستاذنا الكبير أستاذ الدكتور على المخاضرة القيمة دكتور عبد العاطي مبارك جائز يا دكتور الحبيب يا حبيب يا دكتور بلال ربنا يبارك فيك سعيد والله أشوفك الله يبارك فيك تسلم توفيقي إن شاء الله دكتور شكرا حبيب شكرا أعلى قالت لم يوصل الرغم الرغم وصل لكن don't worry هنرسل لكم مع الإيميل مع الشهادة كل الكنتاكت بتاعة الأستاذ الدكتور لو حبيبتوا تواصلوا معه بصورة مباشرة بنرسل لكم في الإيميل شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ونقتم هذا الويبنار ونشكركم جزيلا ونتمنى أن رأكم في الويبنار آخر بإذنه تعالى مشكورين آخر السيد بركات يعني لسا الإيميار's coming اشتركوا في القناة ونراكم على خير